لسه بنتكلم على دينماكيب بيئة العمل الجديدة معاكم مرة تانية الدكتور سيد القولي في حال لو احتاجتوا اي حاجة تليفوني مع كل واحد فيكم نمر التليفوني مرة تانية اللي ما معاهش يبقى معاه زيرو مية متين واربعين تمانية وعشرين تلاتة وستسين نارضا نتكلم عن عن كميل كلامنا من المحضر ايه هو المدير وهو العمل اللي بيقو في المدير اهمية دور الموارد البشرية والمدرين بيئة العمل الحالية تعامل العاملين على النهم عناصر من عناصر التكلفة لا ده عنصر من عناصر الاساس بتاع المنظمة منظمة تتعامل معها على اساس النهم اصول استراتيجية المديرين في النظامات الاداية المتميزة يحرصون على معاملة العاملين على النهم اصول استراتيجية ده مهم جدا الموارد البشري ده اصل من اصول المؤسسة المدير هو فرض زي زيد يعمل في المنظمة يعتبر مسؤول بشكل مباشر عن مساندة ومساعدة الادارة في تنشيط ورفع روح العمل بين العاملين في المنظمة من اجل تحقيق معايير الاداة والانجاز عن طريقه يبقى المدير هو واحد مننا واحد مننا بس هو ايه الهدف بتاعهم هو يسخر بود الاخرين من اجل تحقيق هدف المنظمة والعملين الذين يتلقون المساعدة المساعدة من قبل المدير هم الذين يقع لعطيكم القدر الاكبر من تبريز النهام الفعلية في المنظمة ده مهم جدا ان انا ازاي احفز الناس اللي بتشغل معايا من اهدف بتاع المنظمة ايه مستويات الادارة عندنا؟ تلات مستويات اساسية في المنظمة الادارة العليا اللي هو مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة نواب رئيس مجلس الادارة ودول مسؤولين عن اداء المنظمة ككل او عن الجزء العظم في المنظمة ايه دورهم؟ رسم السياسات المعامة للمنظمة الاستراتيجيات الرؤية الرسالة دي مسؤولية الادارة العليا ويبقى توجههم غالبا غالبا بيركزوا على البيئة الخارجية المنظمة ازاي يخلقوا فرص وازاي يستغلوا الفرص ومواجهة التحديات اللي بتحدث في العالم الخارج الادارة الوسطى اللي هو المدير التنفيذي اللي بنقول عليها الاستراتيجيك بيزنس يونت وده تقع على عطاكم مسؤولية الادارات الكبيرة او فروع النظام وضع الاهداف وخطة العمل يبقى الاستراتيجية بتتحط في الادارة العليا لكن في الادارة الوسطى هي المسؤولة عن ايه خطة العمل ايه اللي بتنزل للمستوى اللي بعد كده اللي هو المشرفين وخادة فرق العمل المسؤولين عن مجموعات العمل والعمالة المباشرة يبقى عندنا تلت مستويات في الادارة الادارة العليا الادارة الوسطى والادارة الاشرافية او المشرفين وخادة فريق العمل ايه هو فريق العمل القائب الليلة بتاع فريق العمل التخطيط الاجتماعات وجدولة العمل توضيح الهداف والمهام المطلوبة منه تجميع الافكار من اجل تحسين العمل تقييم الاداء ومشارة اعضاء الفريق التوصية بزيادة المرتبات والمهام الجديدة البحث والتطوير والتدريب لعضاء فريق العمل دي مهمة ايه قائد فريق العمل اللي هو ايه المسئولية بتشجيع وتحفيز العمل من اجل الاداء المتميز التواصل مع اعضاء فريق العمل بشأن اهداف المنظمة وما هو متوقع منهم انت عايزين منهم ايه التواصل مع الادارة العليا بشأن اهتياجات الاقصار المختلفة والانجزات اللي تم تحقيقها العمل مش هيقدر يوصل صوته للادارة الوسطى فبقى فريق العمل بيوصلها للادارة الوسطى ومن الادارة الوسطى توصل للادارة العليا التنصيق مع فرق العمل الاخرى ما تبقاش بقى ايه كلنا بنشتغل من اجل تحقيق هدف معين اللي هو الهدف العام بتاع المؤسسة او الرؤية بتاعت المؤسسة فلازم يبقى فيه تعاون من مختلف فرق العمل وما بين الادارات المختلفة ومساند الادارات الاخرى في المنظم مديري خط الانتاج مسئولين مسئولية مباشرة عن انشاة العمل لتؤثر بشكل مباشر على مخرجات المنظم في مدير شؤون العاملين اللي هم مدير المؤرد البشرية استخدموا خبراتهم الفنية من اجل تقديم النصح والاستشارة ومساند الجهود العاملين في خطوط الانتاج المختلفة مديري الوظائف الادارية مسئولين عن وظيفة ادارية واحدة من الأنشاط الإدارية زي مدير الانتاج مدير التسويق المدير المالي مدير النظم المعلومات مدير العموم مسؤولين عن مجموعة من الوحدات الإدارية التي تشمل العديد من الوظائف الإدارية فيه المديرين يقومون بالعمل في المنظمات قطاع العمال العام والخاص الانتاجية والخدمية الهدفة للربح وغير الهدفة للربح يعني على جميع أنواع المنظمات المتطلب الرئيسي لأي فرض يعمل في أي منظمة للرد على الصفصارات المسؤولين في المستويات الادارية الاعلى بخصوص نتائج الاداية المتعلقة بالعمل في تلك المنظمة ايه هو المدير الفعال هو يشبع مسؤولية الاداية التنظيمة عن طريق مساعدة الاخرين في تحقيق الاداية المتعيز في مخرجات منظومة العمل ويساعد على تحقيق الرضا الوظيفي في محيط العمل لجميع العاملين ده اللي بنقول عليه المدير الفاعلين جودة مناخ العمل ايه هي جودة مناخ العمل ده مؤشر عام للجودة الكلية لكبرات العاملين في مجال العمل وبيئة العمل مؤشرات جودة مناخ العمل بتشمل الاجر العادل بيئة عمل امنة اللي هي السيفتي وضوح سياسة المصار الوظيف والترك والتقدم في العمل يبقى انا في المنظمة دي عارف انا موقعي فين وعبقى فين بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنين بعد عشر سنين اوصل لايه ده اللي بنقول للمصار الوظيفة حماية حقوق الافراد اتاحة الفرصة للتعلم واستخدام مهارات جديدة اللي هي الابداء والتقار الفخر والاعتزاء بزعمل بالعمل في المنظمة يعني انا بفتخر ان انا عضو هاي التدريس في جامعة عين شامس اي بيجي لنا اوفر بين جماعات مختلفة بعشر اضعاف المرتبات اللي بناخدها او عشرين تلاتين ضعف من المرتبات اللي بناخدها لكن انا معتز وفخور ان انا بشتغل تحت اه مظلة اسمها جامعة عين شامس وياريت كلنا دي بقى فخورين ان احنا بنشتغل في مصر لان مصر هي دي اللي تدينا وهي دي مصر اللي عايزين ننهب بيها متميز بايه الصفات بتاعتهم بناء علاقات عمل متميزة مع الاخرين مساعدة الاخرين في تنمية المهارات والخضرات المتعلقة تحسين الاداء تشجيع الوحفرية العمل والعمل الجماعي خلق بيت عمل تعتمد على الاداء المتميزة وتقديم بيت عمل تسعة الى اشباع احتياجات العملية ضمطة هرم مقلوب يعني بقت الوقت بيقولوا الهرم اتقلب الهرم اتقلب هو لا اتقلب ولا حاجة بس ايه بقت العملية ان بقت في عملية تسلسل عملين يطلعها لفوق كده بقى فقت العملية كان الاول كان فيه رئيس واحد وبينزل كده ايه شكل هرمي كده للقاعدة العريضة من الموضوعين كل فرد في المنظمة يعامل عن النهر قيمة مضافة للمنظمة وزيفة المدير هي مساند الجهود العاملين المديرين المتميزين يتصف المساعدة ومساند الاخرين يبقى ازا المدير هنا بنصفه بايه ما هو متقلبش هو بس بقى الاهمية القصوة عندنا ايه مين المستهلكين المستفيد الرئيسي لانشيط المزاعدة ده بيخدم مين العمالة انجاز العمل لاجباها احتياجات ورغبات المستهلكين تقديم الدعم عن طريق المديرين وقاعدة فراء العمل مساعدة العمالة في ادايا العمل وحل المشاكل تقديم الدعم عن طريق الادارة العليا من خلال وضوح الرسالة واستراتيجيات المنظمة هو ده اللي بنقول عليه الهرم المقلوب يعني بقى تبقى القاعدة الاسية عندنا ايه اشباح احتياجات ورغبات المستهلك اللي هي القاعدة العريضة اللي بنغدمها وبتنتقل بقى للعمالة العمالة بتقدم الدعم عن طريق الادارة المتوسطة وتقديم دعم عن طريق الادارة العليا ايه المراحل الادارية الادارة ايه هي الادارة الادارة هي مجموعة من الوظائف تشمع للتفديد والتنظيم والقيادة والرقابة من اجل استخدام الامس للموارد المتاحة لتحقيق النتاج الاداف المربوة للاداية المتاحة ودي اللي بنقول عليها الكفاءة والايه الفاعلية جميع المدرين مسؤولين عن الوظائف الادارية اللي هي ايه التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة الوظائف الادارية مستمرة ومرتبط بنقاء المنظمة في مجتمع الايه العمالة يعني طالما المنظمة على قائد الحياة يبقى بنقطط وبننظم وبنرائب ونقود في المنظمة دي الوظائف الادارية الشكل القاتي اللي قدام منكم ده قدام سيادكم بيوضح اللي ايه العناصر الاربعة المراحل الادارية الاربعة اللي هي الرقابة قياس الاداء واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تحقيق الاداف اول حاجة اللي هي التخطيط وضع معايير الاداء وكيفية تحقيق الاداف بنخش على التنظيم تصميم العمل والعمالة والموارد اللازمة لينجاز المهام بننتقل بعد كده لقيادة تحفيز العمالة على الاداء الجادة لتحقيق الاداء المتميز اخر حاجة اللي هي عنصر الرقاب العناصر الاربعة دي مرتبطة ببعض ما يقدرش يبقى فيه تخطيط وما فيش تنظيم ما ينفعش يبقى فيه تنظيم وما فيش قيادة ما ينفعش يبقى ما فيه فيه تخطيط وتنظيم وقيادة وما فيش الرقاب لازم الاربعة المراحل دي تبقى مرتبطة فإذا وظائف الإدارة زي ما قلنا كده هو اللي هي التخطيط ايه هي الإجراءات الخاصة بتحديد الأهداف وكيفية تقديم الخطوات العملية وخطة العمل لتنفيذ تلك الأهداف التنظيم ايه هي الإجراءات الخاصة بتحديد المهام وتخصيص المصادر وتنسيق الأنشطة المختلفة للعملين وفراغ العمل لتطبيق خطة العمل الموضوعة رفح الروح المعنوية للعملين من أجل تأدية العمل بجدية وتوجيه جهودهم في تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف آخر حاجة عندنا من المراحل الإدارية اللي هي الرقابة الإجراءات التي تتبع في قياس أداء العمل وهو قرنت النتائج بالأهداف الموضوع وتصحيح للحرفات إن وجدت وإن شاء الله ما يبقاش فيه أي نحرفات فيه عندنا دور بنسميه دور العلاقات أدوار العلاقات الإنسانية تشمل العلاقات الإنسانية اللي عاملين داخل وخارج وحدة العمل ما يبقاش بس شغل بس لازم يبقى فيه روح فريق العمل روح فريق العمل عن طريق إيه فيه إدارة اللي هي بتاعت العلاقات الإنسانية دي بتشوف الناس احتياجاتهم إيه مشاكلهم إيه ونحاول نحلها إزاي نكتمع في غير أوقات العمل الرسمية يبقى فيه روح ود وتواصل ما بين الأفراد العاملين في المنظمة عن طريق حاجات كتير عن طريق تنظيم رحلات تنظيق اشتراكات يبقى فيه غدا مجمع كده لجميع العاملين بيزيد روح بيزيد روح الحب للمكان والانتماء للمكان فكل ما دور العلاقات الإنسانية ده كان مرتفع يحس الفرد أنه هو منتمي ويفخر أنه هو شغال في المنظمة دي فيه الدور المعلوماتي وتشمل تقديم واستلام وتحليل معلومات الخاصة بجميع الإدارات في المنظمة من أجل تحقيق خطة العمل المختلفة في المنظمة اتخاذ القرارات تشمل استخدام المعلومات من أجل اتخاذ القرار المناسب المتعلقة بحل المشكلات في المنظمة واستغلال الفرص المتاحة في البيئة الخارجية المديرين يعملون لساعات عمل طويلة يعني الناس دي ما بتنامش يعني الناس فاكرة ان اللي في المناصب العليا دية يعني مرفعين لا لا دا ما بناموش يعني في ظل الأزمة اللي احنا فيها دي فيه وزراء قاعدين في المكاتب بتاعتهم بقالهم أربع تيام ما بتتقلوش بقالهم أسبوع ما بتتقلوش فإذا إذا كل ما طلعت في المستوى الإدارية العليا ها ساعات العمل مش بقى أنا كموظف أنا بروح من الساعة تمانية لغاية الساعة تنين بعد الساعة تنين مليش علاقة بالشغل لا لكن المديرين دول بيقعدوا لغاية خمسة لغاية تمانية بالليل غاية عشرة بالليل غاية حضرة ساعات في مديرين بيباتوا في الشغل المديرين يعملون في بيئة عمل مليئة بالتوتر وعدم فيه توتر توتر لأن البيئة اللي احنا عايشين فيها فيها توتر يعني مرض الكورونا ده توتر توتر لمين للعامل لا العامل خد أجازة وقاعد في البيت خلاص لكن المدير قاعد في مكتبه برغم أن كل الشركة أو كل المنظمة أو كل مصلحة أو كل الجامعة واخدها أجازة تلاقي رئيس الجامعة والنواب رئيس الجامعة العمداء قاعدين في مكاتهم الوكلة قاعدين في مكاتهم علشان يواجهوا المشكلة اللي قدامهم المديرين يعملون على دي بمبيئات الاتصال المختلفة المديرين يعملون من خلال شبكات الألاقات الإنسانية والألاقات العاملة لازم فيه تملك شبكة التواصل الاجتماعي مع كل العاملين في المنظمة الأجندة الإدارية وعلاقتها وعلاقة العمل إيه يبقى زي نصمم الأجندة الإدارية وضع نصور الأولويات المهم لكل عمل يقوم به المدير بيبقى فيه أجندة كده بنوب مختلفة موجودة عند المدير لازم يعملها إناديلي بيوميا يجب أن تشمل الأداف الخاصة بكل مهمة والخطط طويلة المدى والخطط قصيرة المدى والزمن المطلوب لكل خطط علاقات العمل مهمة جداً للإجراءات المتعلقة ببناء والمحافظة على علاقات إيجابية مع جميع الأفراد أصحاب العلاقة بالعمل سواء داخل المنظمة أو القارير لتسهيل مهام وتنفيذ الأجندة الإدارية أي بناء جسور وشبكة علاقات عامة مع جميع الأطراف أصحاب المصلحة ده مهم جداً لإنجاز العمل أول حاجة المهارة هي المهارة القدرة على ترجمة المعارف إلى عمل معينية أنتوا عنه أداء مرضو المهارة الفنية القدرة على طبية المهنية المتخصصة في عمل معين أو الخبرة في أداء مهمة محددة المهارات الإنسانية القدرة على العمل بصورة جيدة بالتعاون مع الآخرين ليه مهارات تواصل بقى مهارات اتخاذ القرار مهارات حل المشاكل المهارات المعرفية القدرة على التفكير الإدائي والتحليلي في حل المشكلات المعقدة في العمل يبقى عندنا مجموعة من المهارات اللي هي المهارة عرفناها فيه مهارة فنية مهارة إنسانية مهارة إيه معرفية كل ما بنطلع فيه المستوى العالي بتزيد المهارة المعرفية كل ما بننزل تحت بينطبق على الفئة المشرفة اللي هي المهارات ده المهارات الاسسية يعني المهارة اللي هي مديري الادارة التنفيذية مدير الادارة الوسطى مدير الادارة العليا تبص تلاقي ايه ها بتزيد المهارة المعرفية عند مدير الادارة العليا بتقل عند مين ها يعني تبص تلاقي الخط ميل كده هو ها لو انت رايح ناحية المين ها مدير الادارة التنفيذية ها المهارة المعرفية اللي هي لكل ما تروح شمال كده هو على الشكل اللي انت قدام منه ده تبص تلاقي ايه المهارة المعرفية لازم تكون ايه? عند الادارة العالية. المهارة الانسانية قدرة على العمل بصورة جيدة دي متوفرة لتلات فئات. المهارة الفنية قدرة على تطبيق المهنية المتخصصة في عمل معينة خبرة بالاداة. ده نموذج واحد اسمه كادس كانتطوره للمهارات المختلفة المطلوبة للمستويات الادارية المختلفة. كيف يمكنك تعلم المهارات والجدارات الادارية المهمة الضرر ليه لانجاز العمل? المهارات الادارية الجدارات الادارية المهارة المبنية على الاستعداد الشخصي لتدعيم الاداء المتميز في العمل الادارية. الجدارات الادارية تختص بالتخطيط وتنظيم القيادة والرقابة. تختص بالادوار المعلوماتية والعلاقات الانسانية واتخاذ القرارات. علاقات العمل وتصميم الاجان. المهارات المطلوبة لانجاح العملية الادارية. الاتصال الفعال. فرق ومضمعات العمل زي ما قلنا كده بنشتغل فرق عمل مفيش فردية فيه جماعية الإدارة الذاتية والقدرة على اتخاذ القطار القرار القيادة الفعالة التفكير الادائي في حل المشكلات المهنية والاحتوال آخر شكل عندنا اللي هو الإدارة بالنظرية والطبيق اللي هي عندنا في المتقص كده في الوسط كده اللي هي المهارات والمهارات والغدارات الإدارية اللي هي عندنا هنتكلم هنا دينماكي بيت العمل وتطور الإداري والكلام ده ده بيش رحلكو الكتاب اللي معاكم كله في هذا الشكل السئلة هنا هو للفاصل الأولاني أول سؤال ما هي التحديات اللي تواجه العمل في البيئة الاقتصادية الجديدة وده هتلاقيه في المحاضرة الأولنية ايه هو شكل موسطات العمل في بيت العمل الجديدة هتلاقوه برضو في المحاضرة الأولنية ايه هو المديرين وهو الدهور اللي يقوم بيك ما هو المقصود بالعملية الإدارية كيف يمكن تسبب المهارات الإدارية الأساسية وتعلم الجدرات ده هتلاقوه في المحاضرة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي المحاضرة